إلى ملف الموصل حيث أنهت القوات المشتركة المرحلة الأولى لعملية استعادة محافظة نينوى من سيطرة تنظيم داعش قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب عبدالغني الأسدي أوضح أن المرحلة الأولى من العمليات العسكرية انتهت بالسيطرة على 28 حيا من أحياء الساحل الأيسر للموصل مؤكدا أن العمليات تجري وفق ما هو مخطط لها